تعلمتم في الفيديو السابق التحليل الطيفي باستخدام الأشعة تحت الحمراء أن تسليط الأشعة تحت الحمراء على الجزيئات يمكن أن يسبب تمدد الروابط فيها فتتمدد روابط معينة عند ترددات معينة من الأشعة المسلطة وتعلمتم أن تمدد الرابطة مشابه لتمدد النوابط ولذلك نمثل الروابط على شكل نوابط في دروس التحليل الطيفي كالرابطة بين الهايدروجين والكربون الممثلة أمامكم تخضع النوابط لقانون هوك في المرونة وهو أحد قوانين الميكانيكا والفيزياء وقد ثبت أن هذا القانون ينطبق على الروابط أيضاً لأن تمددها مماثل لتمدد النوابط دعوني أوضح لكم خصائص النوابط أولاً الرسم الذي أمامكم يمثل صندوقاً مربوطاً بأحد أطراف نابض الطرف الآخر للنابض مربوط بحائط أرمزوا لكتلة الصندوق بالرمز M ليس هناك احتكاك بين الصندوق والأرض افترضوا أنكم أثرتم على هذا الصندوق بقوة وسحبتموه نحو اليمين استخدموا الرمز F للتعبير عن القوة عندها سيتحرك الصندوق نحو اليمين إلى هنا مثلاً ونتيجة لذلك سيتمدد النابض بهذا الشكل تحرك الصندوق بمقدار المسافة من هنا إلى هنا عبروا عن هذه المسافة بالرمز Delta X عند هذه النقطة يتأثر الصندوق بقوة شد نحو اليسار وهي بسبب النابض المربوط به استخدموا الرمز FS للتعبير عن القوة التي يؤثر بها النابض وفقاً لقانون هوك فإن القوة التي يؤثر بها النابض تساوي KX تدل إشارة السالب على أن هذه القوة هي قوة إرجاع لأن النابض يعود إلى موضعه الذي كان عليه الرمز K هو ثابت النابض وهو يعتمد على صلابة النابض أي على ما إذا كان النابض قوياً أو ضعيفاً إذا كان النابض صلباً يعتبر قوياً وعندها تكون قيمة الثابت مرتفعة أما إذا كان النابض ضعيفاً فتكون قيمة ثابت النابض منخفضة سأعبر عن هذه العلاقة بين قوة النابض وقيمة الثابت كالآتي يمثل الرمز X مقدار الإزاحة ومقدار إزاحة الصندوق في هذا المثال يساوي دلتا X حسناً تستنتجون من هذه العلاقة أنه إذا كان النابض قوياً في هذا المثال فإن قوة السحب نحو اليسار والتي يؤثر بها النابض على الصندوق ستكون قوية وتستنتجون أيضاً أنه كلما كان مقدار الإزاحة أكبر أي لو حركتموه نحو اليمين مسافة أكبر ستكون القوة FS التي يتعرض لها الصندوق من النابض أقوى أيضاً إن القوة في الفيزياء تساوي الكتلة M ضرب التسارع A أي أن هذا المقدار يساوي M ضرب A والتسارع يساوي المشتقة الثانية للموقع وهي تساوي هذا المقدار الذي عوضته بكان رمز التسارع A في هذه المعادلة ومن هذه المعادلة تستطيعون كتابة تعبير حساب التردد في نظام النابض والكتلة الذي أمامكم بإجراء العمليات الحسابية تحصلون على قانون حساب التردد وهو كالآتي التردد يساوي 1 على 2π ضرب الجذر التربيعي لK على M لكن ما المقصود بالتردد؟ لتوضيح ذلك لكم تصوروا أنكم سحبتم الصندوق نحو اليمين ثم قمتم بإفلاته ماذا يحدث في هذه الحالة؟ سيؤثر النابض بقوة سحب على الصندوق نحو اليسار وستستمر قوة النابض بالتأثير على الصندوق إلى أن يصل إلى هذه النقطة وهذه الحركة سببت انضغاط النابض ونتيجة لذلك سيؤثر النابض مرة أخرى بقوة دفع في الاتجاه المعاكس لأنه عند ضغط النابض تتخزن فيه طاقة وهذه الطاقة ستجعله يؤثر على الصندوق بقوة دفع إلى أن يعود إلى نقطة التوازن وهي هذه النقطة في الوسط لكن النابض سيستمر في دفع الصندوق إلى أن يصل إلى النقطة التي بدأ بها قبل إفلاته وهي النقطة التي سحبتم الصندوق إليها من نقطة التوازن وهذه الحركة من لحظة إفلاتكم للصندوق إلى عودته إلى هذا الموقع في اليمين عبارة عن اهتزازة واحدة والوقت الذي يقضيه النابض في الاهتزازة الواحدة يسمى بالدورة وتقاس بالثواني إذن الدورة الواحدة هي الوقت اللازم للنابض ليقوم باهتزازة واحدة ويرمز له بالرمز T إذن التردد عبارة عن واحد على دورة واحدة تستطيعون التعبير عن التردد بالرمز F أو بالرمز N ووحدة قياسه هي واحد لكل ثانية إذن التردد يساوي عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة تذكروا أن ثابت النابض K يؤثر على قيمة التردد كلما ازدادت قيمة K تزداد قيمة التردد أي أنه لو كان النابض في هذا المثال قوياً سيهتز الصندوق عدداً أكبر من الاهتزازات حسناً سأكتب هذه العلاقة إلى جانب تعبير التردد بزيادة K يزداد التردد No ماذا عن تأثير الكتلة في التردد؟ الكتلة هي هذا الرقم في هذا تعبير وهو يقع في المقام في الجانب الأيمن من المعادلة أي أن الزيادة في قيمة الكتلة M ينتج عنها انخفاض في قيمة التردد No سأكتب هذه العلاقة هنا بزيادة الكتلة M يقل التردد No أي أن عدد الاهتزازات يصبح أقل بزيادة كتلة الصندوق وهذه الخصائص التي تحدثت عنها إلى الآن تنطبق على الروابط بين الذرات عند تمددها لذلك نعاملها كنوابض لنعود إلى الرابط بين الكربون والهايدروجين لتوضيح ما يحدث عند تمدد هذه الرابطة افترضوا أن ذرة الكربون تبقى ساكنة وذرة الهايدروجين ستتحرك نحو اليمين افترضوا أنكم تسحبون ذرة الهايدروجين نحو اليمين وتخيلوا هذه الرابطة كنابض في هذه الحالة سيتمدد النابض باتجاه اليمين وهذا هو اتجاه القوى المؤثرة بعد التمدد ستتأثر ذرة الهايدروجين بتأثير قوة إرجاع وهي قوة سحب النابض تعلمتم قبل قليل أنه كلما كان النابض أقوى كانت قيمة الثابت K أعلى في هذه الحالة كلما كانت الرابط بين الذرتين أقوى كانت قيمة ثابت النابض أعلى وذلك يعني أن التردد يكون أعلى أيضاً أي أنه عند إفلال ذرة الهايدروجين التي هنا ستهتز عدد اهتزازات أكبر كلما كانت هذه الرابطة أقوى فهي تهتز بشكل مماثل لاهتزاز الكتلة في نموذج الصندوق والنابض في الأسفل تذكروا دائماً كلما ازدادت قوة النابض ازدادت تردد ماذا يحدث لو غيرتم الكتلة إلى يمين الرابطة؟ أي لو كانت هذه الذرة ذرة كربون مثلاً أو أكسوجين أو ذرة أي عنصر ذات كتلة أكبر من كتلة ذرة الهايدروجين في تلك الحالة سيقل التردد وستهتز الذرة عدد اهتزازات أقل انظروا إلى العلاقة بين الكتلة والتردد التي استنتجتموها قبل قليل كلما زادت الكتلة قل التردد وفي هذا المثال الذرة التي لديكم هي ذرة الهايدروجين إذن رأيتم كيف تنطبق قصائص النوابط في الفيزياء على الروابط الكيميائية بين الذرات لكن هناك اختلاف في حالة الروابط بين الذرات فعندما نتحدث عن اهتزاز التمدد تتحرك الذرتان على طرفي الرابطة وليس الذرة واحدة كما في هذا المثال دعوني أوضح لكم ما يحدث في هذه الحالة هاتان هما الذرتان عبروا عنهما بالرموز M1 و M2 تمثل M1 و M2 كتلتين واتي الذرتين على طرفي الرابطة بما أن الكتلتين تتحركان في هذه الحالة ستتغير معادلة التردد هذه هي معادلة التردد 1 على 2π ضرب الجذر التربيعي لK على M لكن هذا التعبير يحسب التردد بافتراض أن كتلة واحدة على أحد أطراف النابض تتحرك وذلك يختلف عن حالة اهتزاز التمدد في الجزيئات في هذه الحالة تتحرك الذرتان على طرفي الرابطة أي تتحرك الكتلتان على طرفي النابض لذلك تستخدمون في معادلة التردد ما يعرف بالكتلة المختزلة اكتبوا التعبير كالسابق 1 على 2π ضرب الجذر التربيعي لK في البسط أما في المقام فتضعون رمز الكتلة المختزلة وهو الحرف الإغريقي مو والكتلة المختزلة لهاتين الذرتين تساوي M1 ضرب M2 على M1 زائد M2 تذكروا أن الكتلة في هذه الحالة هي كتلة النواة وهي تقاس بوحدة الكتل الذرية ورمزها AMU كما تعلمتم سابقاً تستطيعون استخدام قيمة الكتلة الذرية لكل عنصر كقيمة تقريبية لكتلة نواة ذرته حسناً طبقوا ذلك على الرابطة بين الكربون والهايدروجين الكتلة M1 هي كتلة نواة ذرة الكربون وM2 هي كتلة نواة ذرة الهايدروجين احسبوا الكتلة المختزلة لهاتين الذرتين وهي كالآتي الكتلة الذرية للكربون تساوي 12 إذن اكتبوا في البسط 12 ضرب الكتلة الذرية للهايدروجين وهي 1 على 12 زائد 1 استخدموا الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج 12 ضرب 1 يساوي 12 12 زائد 1 يساوي 13 12 على 13 يساوي 0.923 وهذه هي قيمة الكتلة المختزلة لهاتين الذرتين احسبوا الكتلة المختزلة لذرتين كربون بدلاً من ذرة هيدروجين وذرة كربون تساوي الكتلة المختزلة في هذه الحالة 12 ضرب 12 على 12 زائد 12 12 ضرب 12 يساوي 144 اقسموا هذا العدد على ناتج 12 زائد 12 وهو 24 ما تأثير ذلك على التردد؟ عند زيادة قيمة الكتلة المختزلة فإنكم تزيدون القيمة التي في المقام هنا وذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة التردد إذن بزيادة الكتلة المختزلة يقل التردد تستنتجون من ذلك أن رابطة كربون كربون الأحادية لديها تردد أقل من رابطة كربون هيدروجين الأحادية لكن ماذا لو كان لديكم رابطة مزدوجة بين ذرتين كربون؟ دعونا نستنتج ما يحدث للتردد في حالة الرابطة كربون كربون المزدوجة في هذه الحالة فإن الكتلة المختزلة هي نفسها كما في حالة رابطة كربون كربون الأحادية لكن الرابط المزدوجة أقوى من الرابط الأحادية تستطيعون افتراض أن الرابط المزدوجة أقوى من الرابط الأحادية بمقدار الضعف هذا يعني أنه إذا كان ثابت النابض للرابط الأحادية يساوي K فإن ثابت النابض للرابط المزدوجة سيساوي 2K هذه هي قيمة K في معادلة التردد وهي في البسط لذا بزيادة هذه القيمة تزداد قيمة التردد إذن في حالة الروابط عندما تزداد قيمة ثابت النابض K تزداد قيمة التردد No تستنتجون أن الرابط الأقوى تهتز بشكل أكبر أو بشكل أسرع وأن الذرة ذات الكتلة الأصغر أو الذرة الأخف تهتز بشكل أسرع أيضا إذن تستنتجون أن ما يؤثر في التردد في الجزيئات هو قوى الرابطة والكتلة المختزلة للذرات على طرفي الرابطة وهكذا تعلمتم في هذا الفيديو كيف تتشابه الروابط والنوابض في خصائصها عند التمدد والاهتزاز